جددت قوات التحالف الدولي استهداف مواقع الميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور وأفادت مصادر محلية بأن قوات الفيلق الخامس التابع للنظام والمدعوم روسيا انسحبت من بعض مقرها في بلدة مراط بمحيط مدينة دير الزور بعد مقتل ضابطين من قوات النظام بقصف للتحالف الدولي اسماعيل درويش والمزيد من التفاصيل على مدار الأشهر الماضية كانت القواعد الأمريكية في سوريا والعراق تتعرض لضربات محدودة من دون أن تلحق بها أضرارا تذكر ومصدر القصف الأساسي كانت الميليشيات الإيرانية في حين كان الرد الأمريكي خجولا نظرا لتصاعد ألسنة الإيران في المنطقة اليوم يبدو أن المعادلة بدأت تتغير فالصاروخ الذي تطلقه المجموعات الإيرانية على محيط قاعدة أمريكية يعود عليها بأسراب من الصواريخ وهذا مروة التقارير الميدانية القادمة من محافظة دير الزور قوات التحالف الدولي تسادف مواقع للميليشيات الإيرانية في دير الزور وذلك ردا على سقوط قذائف صاروخية قرب قاعدة كونيكو التابعة للتحالف في حين أفادت مصادر محلية بأن الطائرات المسيرة التابعة للتحالف استادفت مقار ميليشيا لواء القدس في بلدة جفر قرب مطار دير الزور العسكري سبقه استادف مواقع للحرس الثوري الإيراني في منطقة حويج السقر وهرابش النظام الذي بذل جهودا مضنية للنائب نفسه عن حريق الإقليم قتل له ضابطان كان موجودان بالقرب من مقار ميليشيات الإيرانية التي تعرضت للقصف في دير الزور لذلك انسحبت قوات الفيلق الخامس التابعة للنظام والمدعومة من روسيا من مواقع عسكرية في بلدة مرات خشية تصاعد القصف أو تنفيذ الولايات المتحدة عملية كبيرة ضد الميليشيات الإيرانية فما مصير التوترات المتصاعدة بين حلفاء إيران من جهة والقوات الأمريكية من جهة أخرى وكيف ستتعامل موسكو مع المتغيرات الجديدة حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو سامر الأحمد الباحث في مركز عمران للدراسات وأيضا أجدد ترحيبي بالعقيد عبدالجبار العقادي المحل العسكري من غازي عنتاب مرحبا بكما سأبدأ معك سيد سامر إذن قوات الأمريكية منذ فترة تقوم بضرب القواعد الخاصة بالميليشيات الإيرانية هذا التصعيد كيف يقرأ الآن مساء الخير في ظل استمرار استباحة الأرض السورية من قبل مختلف القوى الدولية والإقليمية لتصفية حسابات سياسية ما زالت الميليشيات الإيرانية تقوم بضرب قواعد التحالف تحت ما يسمى شعار وحدة الساحات أو المشاركة في مساندة حزب الله في لبنان وغزا بصراحة الضربات الأمريكية حتى الآن لم تسجل أنها فعل وإنما كانت دائما أردت فعل فكانت الميليشيات هي من تستهدف قواعد الأمريكية الموجودة على خط دير الزور الشرقي أو شرق نهر فرات والمتمثلة بشكل أساسي في معمل كونيكو مقابل مدينة دير الزور وحق للعمر مقابل مدينة الميادين مدينة الميادين ومدينة دير الزور ومدينة البكمال هنا أهم المراكز لتجمع حشد الميليشيات الإيرانية المختلفة إذا حاولنا شرح طبيعة الميليشيات الإيرانية هناك فهي على ثلاث أصماف الصنف الأول هو الميليشيات العراقية المرتبطة بالحشد الشعبي المرتبط بإيران نتحدث عن النجباء صعبها الحق حزب الله العراق وغيرها من الفصائل العراقية الموجودة هناك أيضا هناك الميليشيات العابرة للحدود نتحدث عن حزب الله لبناني الفاطميون زينبيون الحرس الثوري إيراني وضباط إيرانيون موجودين أيضا وأيضا ميليشيات محلية مرتبطة بهؤلاء مثل لواء العشائر وأسود العقيادات وغيرهم من الميليشيات المنتشرة في ترك المنطقة هذه المنطقة التي تحت نفوذ شبه كامل للإيرانيين يوجد بعض النقاط البسيطة لبعض النقاط قوات النظام أو قوات روسية في المطار الميليشيات منذ سنة تقريبا منذ منتصف شهر أكتوبر عام 2023 بدأت هذه التحرشات بقوات التحالف إذا نظرناها لصورة أبعد نرى أنها هي محاولة إيرانية لتكرار سيناريو العراق الضغط على القوات الأمريكية لإعلان الانسحاب وإخلاء الساحة بالتالي الخاصر الرخوة الآن في سوريا إذا نظرنا أي منطقة لا يوجد فيها قوات دولية مهتمة فيها كثيرا إذا ما انسحبت القوات الأمريكية فهي منطقة جنوب الحسكة باتجاه ريف دير الزور الشرقي إلى نهر الفرات هذه المنطقة التي شهدت انتفاضة عشرية واتشهد مشاكل أمنية نشاط لخلايا داعش كل هذه المنطقة الآن القوات الإيرانية أو الميليشيات الإيرانية تحاول تحويلها لساحة صراع يدفع قوات التحالف لانسحاب ولكن الملاحظ خلال هذه السنة من التحرشات بقواعد التحالف والرد والرد المضاد حتى الآن لم يسجل مقتل جندي أمريكي في هذه المنطقة هذا يدل على أنه تحرش منضبط ويهدف لإيصال رسائل سياسية وبغض سياسي فقط ولا يهدف لعملية إيذاء أو إزعاج حقيقي للقوات الأمريكية في هذه المنطقة طيب عقيد عبدالجباري عسكريا كيف يمكن قراءة هذه المناوشات الفعل ورد الفعل في دير الزون من قبل الميليشيات وأيضا الأمريكا أولا تحية للعزيز سامر حقيقة ما يحصل الآن هو استمرار لما كان يحصل سابقا قبل أن كان طوفان الأقصى ومقابل الهجوم الإسرائيلي على حزب الله دائما ما كانت تحصل هذه المناوشات البسيطة والمنضبطة ويعني بشكل دقيق جدا جدا الآن هذه الميليشيات تحاول إيهام جمهورها وإيهام حاضنتها الشعبية بأنها ما زالت هي تقوم بعملية الإسناد لغزة والآن إسناد لحزب الله وتؤكد على وحدة الساحات التي هي كذبة كبيرة كذبها الإيرانيون وحزب الله وبالتالي يحاولون إطلاق بعض القذائف الهاون أو بعض الصواريخ المحلية باتجاه القواعد الأمريكية دون أحداث أي أضرار في هذه القواعد ودون مقتل أي شخص أو حتى إصابة أي شيء الأمريكان ما زالوا يتبعون نفس السياسة القديمة برد الفعل والرد المماثل تماما يعني تقصفون بقذيفة هون نقصف بقذيفة هون في محاولة أيضا للأمريكان بأنهم يريدون إيهام الجميع بأنهم مع وقف إطلاق النار وهم مع عدم التصعيل وهم من يضغطون على إسرائيل لعدم ضرب إيران أو عدم توسيع المعركة خارج فلسطين المحتلة وخارج غزة ولكن في حقيقة الأمر هناك على ما يبدو اتفاق ضمني يعني بين الإسرائيليين والأمريكان باستهداف إيران بشكل واضح بأنه سيكون كبير جدا وبالتالي الآن لا تريد أمريكا لا تريد التصعيد مع تلك الميليشيات حتى لا تتطور الأمور طب ماذا إن تطورت أمور أكثر أوسع وبالتالي يتم استهداف يعني ربما إذا كانت الآن قبل شن الهجمة الإسرائيلية الغربية الأمريكية أنا قناعتي لن تكون فقط إسرائيلية على إيران وتقسم دار إيران بالكامل وبالتالي إنهاء لكل تلك الميليشيات إذا لم يكن ذلك فستقوم تلك الميليشيات باستهداف القواعد الأمريكية بشكل أعنف وربما استهداف الجنود الأمريكيين وبالتالي إيقاع خسائر وضحايا في صفوف القوات الأمريكية في هذه المنطقة فبالتالي أمريكا تحاول الآن القول للجميع بأنها ليست مع توسيع المعركة وهي ضد استهداف إيران من قبل إسرائيل طبعا طيب سيد سامر قبل قليل ذكرت بأنه حتى الآن هي تحرشات منضبطة إن صح التعبير تهدف فقط لإرسال رسائل سياسية ولكن المناوشات في شرق سوريا هل يمكن برأيك أن تتطور أو تنزلق الأمور إلى أبعد من ذلك بكثير؟ يعني أعتقد حتى طبيعة الصراع أو طبيعة القوى الموجودة حاليا غير مؤهلة حاليا لخوض معركة مباشرة يعني لا القوات الأمريكية لديها من القوة الداعمة سواء قوات منقصد أو غيرها أو حتى السلاح المتوفر لأنه بالنهاية عدد القوات الأمريكية الموجودة هناك قليل والأسلحة الموجودة هي أسلحة دفاعية فقط لا يوجد حتى الآن سلاح هجومي واضح أو عدل ضربات الجوية على الجانب الآخر هذه الميليشيات معظمها ينتشر صحيح في المنطقة بشكل كبير لكن أعتقد لا يوجد نية للعبور إلى الضفة الأخرى من النهر تحاول الدفاع عن الممر المهم جدا وهو ممر طريق بغداد صحراء البادية الشامية باتجاه تدمر إلى دمشق والمنطقة الغربية من سوريا لضمان تأمين طريق استمرار طريق الإمداد ومع أن هذا الطريق خطير ويمر ما بين قاعدة التنف في الجنوب والقواعد الأمريكية في الشمال لكنه مستمر حتى الآن بنهاية البادية طريق البادية لا يمكن ضبطه وموجود داعش في المنطقة فالهدف أعتقد من وجود الميليشيات تعزيز قوتها وحتى سجلت بعض الانسحابات من غرب سوريا باتجاه هذه المنطقة لأن طريق الإمداد هو الأهم بالنسبة لهذه الميليشيات انقطاع طريق الإمداد يعني حصار المحور حصار قوات المحور الموجودة في دمشق وحمص ولبنان وجنوب لبنان هذه المنطقة كلها ستكون محاصرة تماما لا يوجد لديها لا إسناد جوي ولا دعم أرضي ولا ممرات إمداد بالتالي مهمة الميليشيات أعتقد في دير الزور خلال الفترة القريبة على الأقل حتى لو حصل تصعد الصراع في لبنان أكثر أو بين إيران وإسرائيل هذا الممر الميليشيات تريد الحفاظ عليه قدر المستطاع بالنهاية لو افترضنا أن حزب الله تم إضعافه أو إنهاه هذه الميليشيات موجودة في سوريا وهي تستعد لفتح جبهة من سوريا في ظل هذا الموقف السلبي من النظام تجاه ما يحصل في كل المنطقة النظام الآن في جنوب سوريا لا يوجد لديه يد عليا لضبط الأمن الميليشيات هي التي تنتشر سواء المحسوبة على فصال درعة أو المحسوبة على الإيرانيين فبالتالي النظام ينكفئ هذا الانكفاء يسمح للميليشيات بفتح جبهات بتحويل سوريا لساحة صراع جديدة إذا ما فشلت في ساحة صراع جنوب لبنان بالتالي تأمين الممر هو الأهم أهم من العبور باتجاه شرق الفرات وإزعاج القوات الأمريكية وضرب النفط بالنهاية هناك مصلحة أيضا للنظام باستمرار تدفق النفط من منطقة شرق الفرات وهناك منطقة شرق الفرات تخضع لاتفاقيات دولية خاصة ما بين تركيا وروسيا اتفاقيات سوتي واتفاقيات أخرى بين التحالف الدولي وبين روسيا وتركيا في هذه المنطقة بالتالي أعتقد الهدف ليس بفتح معركة كبرى أن يتحول منطقة شرق سوريا لساحة صراع كبير سعوة لك على كل حالة حول ردود التحالف ولكن عقيد عبدالجبار فيما يتعلق قبل قليل سيد سامر ذكر إعادة التموضوعات وعمليات انسحاب عسكريا كيف يمكن قراءة انسحاب قوات الفيلق الخامس من مواقع عسكرية في بلدة مراط شمال دير الزور إلى ماذا تشير هذه الانسحابات وإعادة ربما التموضوع في هذا السياق دعيني أولا بس أوضح شغلة موضوع القوة الأمريكية وعدد الجنود الآن الحرب لا تعتمد على عدد الجنود أمريكا لديها قوة هائلة لديها الآن المعركة هي معركة تكنولوجيا معركة حرب ألكترونية معركة تشويج تستطيع شل حركة كل هذه الميليشيات وشل حركة إيران بالكامل في هذه المنطقة اليوم إسرائيل وهي قوة مصغرة عن القوة الأمريكية فعلت ما فعلت بحزب الله خلال دقائق من خلال أجهزة الاتصال البيجر أو أجهزة الاتصال اللاسلكي وأخرجت أكثر من خمسة ألاف مقاتل من الحزب خارج الخدمة وقتل منهم الكثيرين لنتذكر على ما أظن في العام 2018 عندما حاولت قوات الروسية وقوات فاغنر الاقتراب من ضفة الفرات كيف الأميركان حرقوهم حرقوا وقتلوا منهم ربما ما يقارب الخمسمائة مقاتل بلحظة واحدة دون أن تتحرك أي قوة أميركية من مكانها الموضوع فبالتالي هناك لا يوجد أصلا مقارنة في القوة بين تلك الميليشيات التي ربما بضربة واحدة إسرائيلية أو ميركيلي إيران هذه الميليشيات تختفي ونشاهد الآن ما يحصل من ما يسمى عزرائيل أو كل هذه الميليشيات وقادتها كيف الآن بدأوا يبررون عدم مساندتهم وأسنادهم لحزب الله الحليف الرئيسي لهم أو الذي كان قائدهم ويقود كل المعارك هو معهم في سوريا وبالتالي الآن ما حصل مع الفيلق الخامس أو لواء القدس أو كل هذه الميليشيات الآن جميعها تخشى أن تتعرض لما تعرض له قوات في هذه المنطقة وخاصة في ظل ما يحصل في ظل ربما توسع هذه المعركة وتداخلات إقليمية ودولية في المنطقة وقد تكون سوريا كما تماما يعني حذر بوتين الأسد في شهر تموز الماضي بأن ربما سوريا ستكون ساحة معركة لمعركة كبيرة قد تقع في هذه المنطقة وبالتالي هذه الميليشيات بالتأكيد ستنسحب ولن تساند الميليشيات الإيرانية هي بالأصل أتت لمساندة الميليشيات الإيرانية وربما عولت على موضوع العشائر وما حصل بين العشائر وقسد وغيرها ولكن في ظل الظروف الحالية ليس لديها المقدرة حتى على التواجد في هذه المناطق على ما يبدو سيد سامر تخالف العقيد بالرأي نوعا ما في مسألة القدرات الأمريكية بالميليشيات الإيرانية ولكن البعض يعني يعتبر أن ردود التحالف الدولي هي فقط لحفظ قواعد الاجتباك ولا تندرج ضمن ما يسمى نطاق الردع تماما أنا بلاكس أتفق مع سيدة العقيد لكن أتفق معه من حيث القوة أكيد قوة الولايات المتحدة ليست كقوة ميليشيات محلية بسيطة لكن نتذكر الظرف في 2018 كانت إدارة ترامب كانت لديها قدرة كبيرة على التحرك الميداني بالنهاية قتل قاسم سليماني بلحظة فالموضوع اليوم قليلا مختلف مع إدارة بايدن نهاية الإدارة الأمريكية نهاية اليوم نهاية فترة بالرئاسة الأمريكية هناك فراغ على الأقل في القرار الأمريكي ربما لكن أنا قصد لا يوجد رغبة أو قدرة سواء عند الأمريكان أو عند الميليشيات على تغيير خريطة السيطرة يعني لا أعتقد أنا أستبعد عبور الميليشيات تماما عبور الميليشيات نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة القوات الأمريكية أو عبور القوات الأمريكية باتجاه سيطرة هذه الميليشيات بالنهاية جنوب لبنان اليوم أشار سيادة العقيد إلى ضربة كبيرة قاسمة تعرض لها حزب الله على مستوى القيادة والأفراد وإلى آخره عبر الحرب الإلكترونية لكن إسرائيل احتاجت أربع فرق من أجل أن تبدأ اقتحام بري فاليوم القوات الأمريكية على من تعتمد بالاقتحام البري فأعتقد لا يوجد رغبة عند طرفي الصراع في الشرق السوري بتحويل هذه المنطقة لساحة صراع لأن المرشحة أن تكون ساحة صراع هي منطقة جنوب سوريا منطقة غرب سوريا العاصمة ربما لكن هذه المنطقة بعيدة قليلا والميليشيات ستحافظ على طريق الإنداد قدر استطاعتها بالنهاية الميليشيات العراقية الموجودة صحيح حيدت نفسها لبنان لكنها تريد الحفاظ على نفوذ لها في منطقة دير الزور بالنهاية هناك مساحة اقتصادية في تلك المنطقة هناك معامل الكيبتاجون لهذه الميليشيات هناك بيئة محلية كبيرة تمكنت من تجنيدها ودفع الأموال لها وبالتالي لا مصلح لدى الطرفين بالقيام بأي تطور في شرق سوريا شكرا جزيلا لك ضيفي في الستوديو سامر الأحمد الباحث في مركز عمران لدراسات أيضا أشكر ضيفي العقيدة عبدالجبار العقادي المحل العسكري كان معنا من غازي عنتاب شكرا جزيلا لكم مع مشاهدين إلى محورنا الأخير بقوا معنا